معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي لمعرفة مزيد من التفاصيل حيدر ما أبرز الملفات هل فعلا سيتم نقاش فقط حزب العمال الكردستاني أم سيكون هناك نقاش حول كثير من القضايا العالقة ما بين الجانبين سيكون ماجد هناك نقاش طويل وكثير حول العديد من النقاط والملفات العالقة بين الجانبين لن يقتصر الموضوع على حزب العمال الكردستاني موضوع حزب العمال الكردستاني هو ملف يهم الأتراك أكثر من العراقيين ولكن الجانب العراقي سيبحث ملفات مهمة ملف نفط إقليم كردستان المباع إلى تركيا من دون علم بغداد هذا الملف سوف يطرح بشكل قوي أيضا ملف المياه وحصة العراق من مياه دجلة والفرات وخصوصا نهر دجلة وأيضا مسألة السدود التركية بالإضافة إلى ملفات أخرى وهي ملفات التبادل التجاري وهناك ملفان أيضا سوف يتم بحثهما وهما ملف الأموال العراقية المهربة والمجمدة في البنوك التركية هذا الملف لم يسبق لرأساء الوزراء العراقين السابقين طرحه مع الجانب التركي بحسب التسريبات التي وصلت إلينا سوف يطرح الكاظمي هذا الموضوع على الجانب التركي سيلتقي خلال هذه الزيارة برجب طيب أردوغان وأيضا هناك ملف سوف يبحثه الكاظمي وهو تفعيل اتفاقية عام 2009 بين بغداد وأنقرة حول إلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين إلى تركيا هذا الملف كان مفعلا ولكن بعد ذلك قامت أنقرة بإلغاء هذا التفعيل وبإلغاء هذه الاتفاقية أو عدم العمل بها وتعطيلها سيعمل الكاظمي على إعادتها مجددا خصوصا وأن التبادل التجاري بين العراق وتركيا قد يصل خلال المرحلة المقبلة إلى 17 مليار دولار نعم ماجد نعم إذن كان مع إيمان بغداد مراسلنا حيدر الأسدي موسيقى